ترأس اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مشيدا بجهودهم في الارتقاء بعمل اللجنة الأولمبية وما تحقق خلال الفترة الماضية من إجازات عديدة مؤكدا همية تحقيق شعار عام الذهب فقط في العام الجديد بشتى المجالات الرياضية والشبابية والعلمية والثقافية بما يعزز مكانة البحرين على كافة الصعود وتم بعدها مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وطلع اسمه على التقارير التي عرضها الأمين العام والتي تتضمن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصلاة المغلقة لفنون القتال التي قيمت بتركبنستان بشار سبتمبر 2017 بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمبادرات اللجنة الأولمبية وأخيرا استعراض التوصيات الصادرة عن المنتدى الأفريقي الآسيوي للنهوض برياضة المرأة كما اطلع اسمه على التقارير الخاص بفعالية يوم البحرين الرياضي مشيدا بالنجاح الباهر الذي حققه الاحتفال في ظل دعم القيادة الرشيدة والجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا وتضافر جميع الأجهزة الحكومية والخاصة والإقبال الكبير على المشاركة من قبل المواطنين وكافة المقيمين على أرض المملكة مؤكدا أن همية إشراك كافة فئات المجتمع في النسخة القادمة والإعداد لها مبكرا كما اطلع اسمه على التقارير الخاص بالشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص ممارسة ومزاولة النشاط الرياضي في الأماكن والأندية والصالات الرياضية الخاصة وتم خلال الاجتماع استعراض برامج وأنشطة اللجنة للعام المقبل 2018 ووجه سمه الاتحادات الرياضية بإقامة مسابقات للدوري العام للسيدات على مستوى الكبار والفئات العمرية لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها رياضة المرأة كما وجه بأهمية تخفيض المصاريف التشغيلية لللجنة الأولمبية والعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية وفي ختام الاجتماع عرب سمه عن تمنياته بمواصلة العمل من أجل الإعداد والتحضير للاستحقاقات القادمة لما يكفل تعزيز مكانة البحرين الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة لمملكتنا الغالية